في الليل تحدث أمريكا هزة في المنظومة الميليشيوية الإيرانية بانفجار يترجم غضب الولايات المتحدة ردة فعل وانتقام على قصف ميليشيات موالية لإيران في العراق ضد التحالف الدولي أو بعد تسريبات علمها البنتاجون بضرب مصالح أمريكية في الأيام المقبلة المرصد السوري لحقوق الإنسان أفد أن 22 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل قتلوا في الغارات التي شنتها طائرة أمريكية مقاتلة مصادر أعلامية تحدثت عن استهداف مقاتلة أمريكية لمناطق على الحدود السورية العراقية بقصف استهدف شاحنات كانت متجهة من العراق إلى سوريا غضب أمريكا وصبرها بدأ ينفذ على الأرض ما يرشح من مراقبة للساعة الأمريكية الإيرانية على أنها أيام مقبلة حبلة بالمفاجآت واجتداد التأزيم الأمني لكن تصعد الاستفزاز الإيراني للضغط على الإدارة الأمريكية جاء على حساب الساحة العراقية من ارتفاع منسوب التوتر والفوضى الأمنية واختراق مساحات واسعة لضرب أهداف ومواقع عن طريق الدرون الإيرانية بايدن لم ينسى أن إيران بدأت تدخل في الممنوع لذا فإن الغارات التي نفذت جاءت بتوجيه منه ردا على الهجمات الأخيرة تصريح مباشر من البنتاجون في إضاحة للهجمات على منشآة الفصيل الإيراني رد فعل أمريكي بحث هو ما صرحت به وزارة الدفاع العراقية لكن العراق في نهاية الأمر أو بدايته لا يريد أي نتائج تعود على أرضه بالعبث أو المزيد من الاستفزاز الذي لن يحصل منه إلا على انهيار أمني لن يحقق نجاحاً له في مشواره بالحرب ضد داعش والإنفلات الأمنية الخطير